السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبركة على سيدنا محمد بسم الله نبدأ ان شاء الله النهاردة جاية عايدكم بالجمعة انا من فترة ما عملتش فيديو معايدة بالجمعة وكل جمعة وانتوا بألف خير وإلى الله أقرب وتقبل الله طاعتكم هسيبكم مع بعض من صور الحاجات اللي عملناها سوى مع بعض على القناة ويا رب تكون حاجات عجبتكم يارب تكون جمعة طيبة عملنا مع بعض حاجات كتير حلوة عملنا حلو حادق عملنا شرب عملنا محاشي عملنا وجبات كاملة عملنا عزايم مع بعض عملنا مشروبات عملنا صصات عملنا تواجن عملنا حاجات كتير حلوة مع بعض عملنا سلطات عملنا مشاوي وهسيبكم تتفرجوا على الصور وكل جمعة وانتو الى الله اقرب تقبل الله طاعتكم جميعا جمعنا الله وإياكم في جنان النعيم مع سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اجمعين على حوض الكوثر ان شاء الله نشرب شرب هنيئة من يده لا نزمع بعدها ابدا الكريمة كل جمعة وانتو الى الله اقرب بإذن الواحد الكهار حبابي يا رب تكون قناتي عجباكم يا رب تكون فيديوهاتي عجباكم يا رب تكون ان شاء الله متقدمة شوي اكتر من الاول يا رب تكون قادر تنفع حد يا رب تكون عمل صالح ربنا ان شاء الله يجازني بي خير بإذن الواحد الكهار عملنا سلطات متنوعة عملنا مخللات عملنا رزة طبعا وعملنا الملوخية ازاي نشيل من عليها الحاجات اللي بتبقى الزيادة عليها وعملنا حاجات كتير حلوة يا رب تكون في ميزان حسناتنا ان شاء الله جميعا يا رب تكون عرف تفيد بهم اي حد هي حاجات بسيطة وسلسة يعني انا ما بحبش اعمل حاجات صعبة بحب بسط المطبخ وعملنا التقلية نيف ني وعملناها محمرة عملنا حاجات بسيطة تنفع المبتدئين عملنا حاجات تنفع اي عروسة عملنا حاجات تنفع اي حد لاستدخل المطبخ ما بحبش اعمل حاجة اعقد بها المطبخ انا بحب المطبخ البسيط وفي حاجات كتير بتبقى صعبة ومنحاول نبسطها عملنا شرب من خضار سايب ومطحون في الخلاط وحتة وقطع وعملنا حاجات كتير حلوة او مش عارفة اوصف لكم يعني عملنا كتير وان شاء الله في حاجات تاني انا جبت السور في حاجات تاني في حاجات احطها لكم في صندوق الوصف يعني كم اكلة احطها لكم في صندوق الوصف عشان تشوفي كل حاجة وتقولي لي رأيك فيها ارجع القناة بازن الله هحطلك في الصندوق الوصف المشاركة بتاعت القناة بازن الله عشان تشترك وتفعلك جرس عشان يوصلك في اول فيديو ما ينزل يوصلك على طول احنا بنعمل السهل الممتنع المطبخ البسيط انا يعني كان نفسي اسميها الاسم ده بس لغلوة اختي سمتها على اسمي انا اختي هو المطبخ السهل البسيط يعني حاجات بسيطة يعني مش بنعمل حاجات اوفر وجو مع مباركة عالجميع حبيت بس كده عيدة على حبيبي طبعا ما عملنا العتسة وهو تنسر عتسة احلى وجبات يعني وعملنا سمك عملنا حاجات كتير انا ما حطتهاش في الصور كفاية دل يعني كل شوية هنزلكوا شوية من الصور القديمة والصور جمعة مباركة عالكل ان شاء الله يا رب اجعلوا في مزان حسناتكم جميعا تقبل الله طاعتكم وبرك الله فيكم جميعا متابعيني وحبيبي واهلي وكل اللي عرفهم وما تنسيش تشترك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكي قناة نانا وسمسمة الى اللقاء في فيديو جديد اشتركوا في القناة